طيب هنروح برضو لنفس الفريق وزي ما قلت لحضراتكم واشرت في الخبر اللي فات عن بطولة العالم لكرة الهات الحية الورعة تعاملت الاسبوع اللي فات مكناش عرضناها لحضراتكم ولكن قرعة اللي تعاملت او مجموعة النادي الاهلي مجموعة يعني متزنة مجموعة بشكل كبير مجموعة ليست قوية وليست ضعيف خلينا نستعرض مع حضراتكم الورعة ونتجت عن ايه ونظام البطولة هيكون في بطولة العالم ايه طيب احنا الاهلي جيب يعني في المجموعة التانية مع فريق مين مدر السعودي ممثل البلد المضيف ودي طبعا المجموعات ومعها طبعا الاهلي المصري مدر السعودي وبنفيكة البرتغالي ده طبعا بطل اليورو ليج بنفيكة البرتغالي بطل اليورو ليج وده مجموعتنا طيب المجموعة التانية نادي مجد برج الالماني حمل اللقب ونادي سيدني الاسترالي ونادي الخليج السعودي وفي المجموعة الثالثة نادي توباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ونادي الكويت الكويت بطل أسيا ونادي كيلسي البولندي وصيف بطل أوروبا في المجموعة الرابعة نادي برشلونة الأسباني بطل دوري أوروبا ونادي منستورس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ونادي التراج الرياضي بطل بطولة العربية طب النادي الأهل تأهل البطولة دي إزاي؟ نادي الأهل يتقاهل بعد فوزه بكأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الزمالك في البطولة تلعبت منذ أربع شهور مزام البطولة عبر عن إيه؟ أول كل مجموعة يتقاهل لدور الأربعة على طول ما فيش كلام كتير ولا أدوار تمانية ولا الكلام ده أول على دور الأربعة طب الباقي هيلعب تحديد الملاكس تاني أول كل مجموعة هيتطلع على دور الأربعة قبل نهاية نهاية لبعثاتها ترابع أكيد ولكن اللي مش هتقاهل من مجموعته هيروح على تحديد الملاكس نظام بسيط جدا سيمبل قوي بس أنا كنت شايف أنه كان ممكن يكون فيه فرصة تانية في دور تاني يعني يبقى أول وتاني مثلا إن التاني يلعب أول المجموعة الأولى هيتطول يعني المباراة مباراة واحد هيتطول المطولة مباراة واحد اللي هتبقى مثلا دور التمانية يعني لو تقاهل من كل مجموعة اتنين ولكن يعني فيها شوية يعني ظلم للتاني لأن التاني كان ممكن ياخد فرصة تانية يلعب أول في مجموعة تانية يطلعوا ويا ما حصلت ولكن انت كده أول دور الأربعة لطول البقى يتحديد ملاكس ولكن احنا كنا فين وقعنا فين طبعا بطولة العالم ما كانتش بيبقى هذا العدد من الفرق النهاردة احنا بنتكلم في عدد كبير يمكن 8 فرق على ما شوية كاب 8 أكثر 12 فرقة تقريب 12 فرقة 4 في 3 في 12 12 فريق في بطولة العالم فهو عدد كبير اللي أصد أقوله هنا أنه يعني كبداية جيدة كبداية يبقى فيها عدد كبير إن شاء الله المرة الجاية لجنة المسابقات ممكن تسمع لده ممكن تشوف اللجنة المسابقات في اتحاد الدولي ممكن تغير نظام البطولة بشكل أو آخر ويحنا الجميل في ده أنه فيه 4 أو 5 فرق عربية بتشارك في بطولة العالم ودي حاجة تسعيدنا جدا جدا أكيد تسعيدنا وأكيد هنهتم بالبطولة أكتر وتجذب عدد مشاهدين أكتر من الوطن العربي طيب